إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي تلك كانت كلمات رابعة العدوية وكان ذلك هو حالها فبعدما أطلقها سيدها وحررها إن جذبت فترة وكانت صغيرة السن فعاشت وسط أهل الله خارج بغداد والبصرة وعواصم العالم الإسلامي التي كانت تتحضر بسرعة وكما ذكرنا في الفقر السابقة كانت يعني تتجي إلى الدنيا فاتجه أخرون إلى الله قضت رابعة حياتها عابدة زاهدة ولكن مؤرخ هو في الحقيقة ليس مؤرخا هو شاعر وشاعر جميل اسمه فريد الدين العطار فريد الدين العطار ده المشهور بديوان اسمه منطق الطير بيحكي فيه عن الأرواح والنفوس وهي بتتجه إلى الله بس بشكل رمزي وعمل مهم جدا في تراثنا يعني إنما هو ليه كتاب تاني يعني مش مش من الكتب اللي هي الأساسية أو المتون في تاريخ المتصوفة اسمه تذكرة الأولياء أو تذكرة الأولياء يعني هو هيفتكر أو هيفكر الناس بالأولياء عن طريق بعض الحكايات اللي رؤيت عنه راح فريد الدين العطار وده في القرن السابع احنا قلنا إن رابعة توفيت عن ثمانين عاما سنة ثمانين ومئة بعدها بقرون طويلة وبعدما ذكرت في ما لا حصر له من مصادر صوفية وتاريخية وكلها تتحدث فقط عن تبتلها وعبادتها وإزاي إن هي حتى ما حبيتش تتجاوز قالت يا جماعة اسمحولي آه الجواز سنة المسلمين بس أنا قلبي مفروش مكان لحد تاني وأنا بقضي وقتي كله في الصلاة والصوم وقيام الليل فهظلم الزوج حتى دخل لها مرة بعد ما اشتغل أمرها يعني أربعة كده من قالوا لها بصي بقى علشان بس إحياءا للسنة اتجاوزي واحد فينا واحنا يعني أهو الحمد لله أول واحد فيهم قال لها أنا والله العظيم يعني الدنيا دي ولا تسوى عندي حاجة أنا الفلوس تخشي في جيبي تطلع من جيبي ولا حس بيها التاني قال لها وأنا والله برضو كده يعني عمري ما ابني بيت أنا أعيش كده وخلاص أنا في أي حتة وأصحى في أي حتة وحتة قال لها أنا ما عملش أبدا تجارة ولا بيزنس أنا أقول ربنا يرزقني كده كما يرزق عادت تبصولهم كده وسكتت لحد ما قامه قالت للست اللي معاها في البيت الخادمة يعني قد لها ما عدتش تدخل الناس دي علي تاني قد لها ليه يا سيد قد لها دول مشغولين أو بالدنيا لأنه هو متصور أن موقفه ده الرافض هو مش واخد باله أن الرافض ده ده لأنه متعلق بيها إنما هو الصوفي الحقيقي ده متجاوز لهذه المسألة زي ما قالت لنا ربعة إن هي مش بتعبض عشان تخش الجنة ماشي تخش الجنة كويس ومش بتعبض علشان ما تدخلش النار ماشي كناها ما تدخلش النار كويس إنما عبادتها أصلا دي علشان الله هي ترى جميلا فتشتاق إليه فإلى أن تلقاه بعد الوفاء يعني هي دائما في حال صوم وصلاة وقيام ليل باعتبر إن ده لقاء مع المحبوب وحتى حكى عنها المؤرخون حكايات كثيرة فيها بعض شطحات زي اللي شفناها عند أبو يزيد البستامي منها مثلا حسب ما قالوا إنها راحت الحج فبصت كده للكعبة والناس بتلف عليها وقالت هذا الصنم المعبود في الأرض ودي تفهمت بطريقتين العبارة دي انصحت يعني تفهمت إنها بتلفت نظر الناس إنه متتعلقوش بالشكل وتفهمت إن دي حال محبة مش عايزة حاجة غير الله فقالت العبارة دي العبارة كاملة بتقول إيه هذا الصنم المعبود في الأرض ما خل الله منه ولا ولج فيه أشد واحد على المتصوفة في تاريخنا كله قلنا إنه هو ابن تيمية نشوف كده ابن تيمية بيقول إيه نص جميل جدا خلينه أقراه لكم ده في كتاب له اسمه الرسائل والمسائل يعني يجي واحد مثلا كان الشيخ يقعد كده لأنه كان في دمشق وفي القاهرة هنا بيقعد يفتي للناس على المذهب الحنبالي ففي حد يسأله مثلا إيه رأيك في كذا فيقوله فواحد قال له يعني يا شيخ إيه ما قولك في قول رابع العدوية عن الكعبة هذا الصدم المعبود في الأرض وما خل الله منه ولا ولج فيه قال ابن تيمية هذا كذب على رابع المؤمنة التقي والمسلمون لا يعبدون الكعبة ولكنهم يطوفون حولها لعبادة رب الكعبة وعبارة ما ولج الله فيه صحيحة لأنه الله ما بيدخدش في أي حاجة وعبارة ما ولج الله فيه صحيحة وعبارة ما خل الله منه حلولية لم تعرف يعني ده نوع من الحلولية أو الاعتقاد بأنه الله يعني إيه بيحل في الأشياء وعبارة ما خل منه حلولية لم تعرف في زمن رابع العدوية هذا الحكم الرائق الصائب نحن لم نلتزم به كما رأينا في العمل العاهر ده بتاع الفيلم اعتمدا على إيه إنه فريدي الدين العطار اللي ذكرنا إنه جي بعد ربعة ربعمائة خمسمائة سنة وهو بيتكلم عنها وكلام جميل جدا راح قايل وكانت تضرب الناي وهي جارية يعني هو لأنه شاعر وفنان وكذا فبيتلمس وهو مش مش معرك مضاقق قوي يعني فبيتلمس الجزء الفني أو الإبداع يعني في الصوفية فلو واحد مثلا بيحب السماع الصوفية أو مجالس السماع يذكره أو يذكر هذا عنه راح قيل الكلمتين دول وكانت وهي جارية تضرب الناي الناس فاكرة جارية دي يعني عبدة مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها عبدة في حاجة اسمها عبد إذا كان مذكر وإذا كانت أنثة اسمها أمة فهو ما قالش إنها كانت أمة بتشتغل بالغنى وال لا قال وهي جارية يعني بنت عندها عشر سنين كلمة جارية معناها الفتاة الصغيرة التي تود أن تجري وتلعب مع أقرانها بس هي بدأت تكبر فهي لا تجري معهم يعني بس جارية يعني أنه ينفع يعني بنت تسع أو عشر سنين الكلمة دي اللي قالها فريد دلعطار بقت قصة لأينا لأينا واحد من أكبر أسد زيتنا المعاصرين يعني وكان لسه في شبابه اسمه دكتور عبد الرحمن بدوي وده طبعا يعني شيء محترم جدا جي عند الحتة دي وراح قيل ايه هو دايما كل ما تجي سيرة العطار فريد دلعطار يعني هجمه يقول ايه العطار جامح الخيال وغيره صادق تاريخيا والعطار لا يؤخذ بشهاداته ومشهاداته هناك مؤرخون غير العطار يمكن أن نطمئن إلى ما كتبه ده كان رأيه عموما وقيله مليون كتاب إنما يجي بقى في كتابه عن رابع العدوية ويقول وقال العطار إنها ضربت الناي وهذه الرواية صادقة لأن رابعة كانت باهرة الجمال ساحرة الفتنة ويحتمل كذلك أنها في هذه الحياة الفنية عاشتها بما تقتضيه من ملابسات واندفعت في طريق الشهوات إلى مدى بعيد ويخيل إلينا ولسه بالكلام أنها قطعت شوطا طويلا في طريق الإثم وغرقت في بحر الشهوات وقتاتت بقوط الحواس حتى الثمالة إيه الكلام ده يعني أنا لم أرى عبدالأحمن بدوي لأنه هو أستاذ أسدزتي أصلا بس يعني أنت جبت منين أنها كانت باهرة الحسن يعني ما أنا شفت كل المصادر عنها فيش حد تكلم عن شكلها أبدا كل المصادر التاريخية بتحكي لنا عن عبادتها وقد إيه كانت ما بتفوتش ليلة من غير قيام الليل وإنها كانت زاهدة في كل شيء واللي يجي إديها مش عارب فلوس تقوله أنا أخدها منك إزاي يعني ده أنا كل همي الله وبكز فأطلب منه حاجة أم أخد حاجة فانية من يد فاني ليه ليه هعمل بيها إيه وكانت يعني تقتات على أقل القليل وكانت حياتها نموذج لشخص يعني واهب نفسه يعني لو فيه في الإسلام رهبانية دي كانت تبقى رئيسة الراهبات جبت منين بقى يا دكتور إنها كانت بهرة الجمال والحسن وإنه مش عارف إيه وإنها نهمكت في طريق الإثم وإنها هي مش إرمى لدوس هي مش غادة الكاميليا إنما هذه الفكرة وهذا الطرح أدى إلى هذا العمل الفني اللي خلى معظم المعاصرين فاكرين إن ربع العدوية دي كانت ست وحشة وبعدين في الآخر تابت وده كلام سفيه وساقط ولا يجوز واشتهر عن ربع العدوية في هذا الفيلم أيضا قولها شعرا أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك دي الأبيات اللي الناس قالت وغنتها طبعا مكلسون فيعني بس هو في الحقيقة مش ربع اللي قالت كده وغالبا اللي قال هزي الأبيات هو الولي الذي سنتحدث عنه غدا ظنون المسلمين